السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك في قناة ليزي بروجرامرز ومع الدرس الخامس من كورس تصميم تطبيقات الاندرويد اتكلمنا في الدروس اللي فاتت على التكست فيو وشوية من الصفات والخصائص بتاعتها النهاردة هنتكلم على الامج فيو فانا اول حاجة هعمل الامج فيو ممكن امسح التكست فيو ده واعمل مكانه امج فيو او ممكن اعلم على التكست فيو وادوس كنترول فورورد سلاش كده انا عملت كومنت قاوت للكود ده يعني الكود ده مش هيتنفز لو تلاحظ هو اتمسح من البريفيو يعني كأنه مش موجود اصلا لو عايز ارجع الكود تاني اعلم عليه برضو كله وادوس كنترول فورورد سلاش يرجع الكود تاني ارجع تاني اعمل كومنت قاوت او تعطيل للكود ده واعمل بقى امج فيو وزي ما قلنا قبل كده ان اول فيو موجود في ملف الاجس ام ال لازم يكون فيه الكود ده السطر من الكود ده فاخده كوبي وانزله هنا بعدين هضيف الويت خليها راب كونتنت واضيف الهايت برضو خليها راب كونتنت وفورورد سلاش هيعمل لهو كده انا عملت الامج فيو حتى لو هي مش بينة في البريفيو ولكن هي موجودة لو حبنا نظهرها مثلا ادي للويت ميتين وخمسين دي بي وادي للهايت مثلا مية خمسة وسبعين دي بي كده ظهر الامج فيو عايز ازهره اكتر ممكن ادي علامة الهاشتاج ولو كتبت ستة من حرف الاف ده الكود بتاع لون اللاب ياب ممكن بقى اختار لون القريب من الرصاصي مسلا ده كده الامج فيو لكن فين الامج انا لسه مضفتش الامج يبقى ده كده الويت والهايت بتاع الامج فيو فبالامج اللي انا هضيفها هتبقى كونتنت فيه فرق مبين لاتنين ده كده الامج فيو زي التكست فيو الكونتنت في التكست فيو كان التكست نفسه او النص هنا الكونتنت في الامج فيو هي الصورة طيب فين بقى الصورة اضيفها ازاي كل الصور اللي بستخدمها في الابليكيشن بضيفها في فولدر او ملف اسمه دروابل تحت قاب تحت ريسورس احنا اتكلمنا في اللي قوت هو اللي احنا شغلين فيها دلوقتي الاكتيفتي مين في قبل اللي قوت الدروابل الدروابل ده هو الفولدر اللي بيحتوي على كل الصور اللي انا بستخدمها في الابليكيشن بتاعي طيب انا مثلا حملت الصورة دي وعايز اضيفها في الابليكيشن بتاعي فاخدها كوبي او نسخ وارجع للاندرويد ستوديو واجه فولدر الدروابول رايد كليك بيست اوكي كده الصورة اضافت بس هلاحظ ارور ظاهر تحتها اللي هو الخط اللحمر ده وده بسبب ان جوه الفولدر بتاع الدروابول ماينفعش اسم الصورة يكون في مسافة او سبيس زي اللي ما بين بول وبيكشور فانا اعمل لها ديليت رايد كليك بي فاكتور سيف ديليت اوكي وارجع تاني لاسم الصورة اعمل ري نيم ممكن ما بين بول وبيكشور يا اما ماعملش مسافة يا اما اعمل اندر سكور رايد كليك كوبي اجي عند الدروابول رايد كليك بيست اوكي ري فاكتور كده الصورة اضافت وما فيش ارور طيب عايز اضيف بقى الصورة دي للفيو بتاعي بستخدم اتريبيوت اسمه سورس سي ار سي اختصار لسورس واجف الفاليو بتاع الصورس اشاور على الصورة دي اعمل ات دروابول هلاقي كل اللي جوه الدروابول الاي سي بيز لاين وفيكتور ولانشار والبول بيكشور بتاعتي اللي انا اضفتها لو اخترتها يظهر الكونتينتا هخلي الويت ثراب كونتينت والهايط مثلا تلتمية وخمسين دي بي كده ده الفيو وده الكونتينت جوه الفيو فيه كمان اتريبيوت اسمه ليه اود جرافتي لو خليته سنتر هيخليلي الصورة كلها في نص الشاشة بعد كده عندي اتريبيوت اسمه فيه فاليو سنتر سنتر كروب و سنتر انسايد تعال نجربهم بس الاول خلينا نزود الهايط لخمسمية خمسمية دي بي وبعدين نجرب اول تاني تالت هلاقي في اختلاف في التلات حالات يعني لو جبتم جنب بعض هلاقي اني لما عملت الصورة ظهرت كده لما عملتها زهرت كده لما عملتها زهرت كده ايه بقى الفرقة بين التلاتة هنشرح الفرقة بين التلاتة بس عايزك تلاحظ ان لما خلت الصورة ظهرت بحجمها الحقيق لما عملت سنتر كروب الصورة حصل لها سكيل اوب يعني حجمها زاد لما استخدمت سنتر انصيد الصورة حصل لها سكيل داون يعني حجمها قل تعال نشوف الكلام ده بيحصل ازاي وازاي الصورة بيكون تصرفها مع كل سكيل طيب منهم فهنبدأ بالسنتر هفترض ان دي شاشة الموبايل وانا اخترت سكيل طيب سنتر لما خليل سكيل طيب سنتر الصورة هتظهر على حسب حجمها قبل ما تدخل اصلا ع الا اندورو được ستوديو يعني حسب حجمها اللي هو انا صممت بي او غيرت حجمها مثلا على الفوتوشوب اولا نزلتها من الانتر نت بحجمه معين هتظهر بالحجم ده حتى لو حجم الصورة اكبر من شاشة الموبايل اصلا زي كده هنا نزلت صورة مثلا من على ال monetary كان حاجمها لحجم ده كله الحجم ده اكبر اصلا من حجم شاشة الموبايل لما اختار الصورة بشج Tonga طبعا مش هيظهر. طيب انا مفترض هنا ان الهايد بتاع الامج فيو على قد الهايد بتاع الصورة. يعني مثلا حوالي الهايد هنا 450 دي بي. طيب يا ترى لو انا زودت الهايد بتاع الفيو. يعني خليت الهايد بدل 450 مثلا 550. انا كده زودت الهايد بتاع الفيو. على ان الصورة تفضل زي ما هي. ما يحصل لهاش سكيل اب. ما تكبرش. لا هي بتفضل بحجمها الاصلي. دي كده الامج مع سكيل طايب سنتر. خلينا نجرب الكلام ده في الاندرويد استوديو. السكيل طايب سنتر طبعا الصورة مش كلها باينة. لا في جزء هنا برا الشاشة لان الصورة حجمها اصلا اكبر من الشاشة. فاللي برا الشاشة مظهرش. والصورة حجمها ما حصلوش سكيل داون ولا سكيل اب. فضلت زي ما هي. لو خليت مثلا الهايد 450 فالصورة بنفس الحجب. لو كبرت الهايد وخليت 550 برضو الصورة بنفس الحجب. الاصلي بتاعها ما تغيرتش. ده كده سكيل طايب سنتر. تعال نشوف السنتر كروب. مرة تانية هنفترض ان دي شاشة الموبايل. وانا استخدمت سكيل طايب سنتر كروب. فالصورة هتظهر عندي بحجمها الاصلي برضو. الجزء اللي برا مش هيبان. والجزء اللي هيبان من الصورة هو الجزء اللي جوه الموبايل. تمام. الكلام ده وانا عامل الهايد مثلا. عند 450 دي بي. الهايد بتاع الامج فيو. طيب بركز بقى. لو كبرت الهايد. خلتها 550 دي بي. هل الصورة هتفضل بحجمها هو هو. زي لما استخدمت سكيل طايب سنتر. ولا ايه اللي هيحصل. تعال نشوف. كده انا كبرت الفيو اهو. بقى الفيو بيساوي 550 دي بي. هلاحظ ان الصورة بتكبر. يعني بيحصل لها سكيل اب. كل ما كبر الفيو الصورة تكبر معاه. وطبعا الصورة لما بتكبر او يحصل لها سكيل اب. بلاقي ان الطول والعرض هما الاتنين بيكبروا بتناسب. فبالتالي الصورة ما بيحصل لهاش ديستورشن. وطبعا اللي هيبقى ظاهر منها هو الجزء ده كله. تعال نجرب الكلام ده في الاندرويد ستيديو. هرجع الهايد. الاربع وخمسين. اهلاقي الصورة حجمها كبر. لو خليت الخمسمية وخمسين ستمية. اهلاقي الصورة حجمها بيكبر. سبعمية. نفس الكلام. حتى لو وصلت ان خليت الحاجة زي تسعمية. يعني اكبر اصلا من الحاجة بتاع الشاشة. برضو اهلاقي الصورة بتكبر معي. يبقى ده كده لكنتر فاضل ان تعال نفهمه. اهنا افترض ان دي شاشة الموبايل ايه ايه انا محلي عند الصورة بقى مش تظهر بحجمات طبيعي. لأ الصورة حجمات طبيعية اكبر من كده لكن هي هتعمل سكيل داون هتصغر بحيث انها تظهر كلها جوه الفيو مفيش حاجة منها تبقى خارج الفيو طيب افرض انا صغرت حجم الفيو عن كده تصرف ازاي يعني خلينا مثلا نفترض ان الهيط اربعمية وخمسين دي بي وبعدين صغرته خليته مثلا تلتمية وخمسين او متين وخمسين دي بي ايه اللي هيحصل للصورة كده انا صغرت الهيط ههو هلاقي ان الصورة بيحصل لها سكيل داون بتصغر بحيث انها تكون جوه الفيو مفيش اي جزء منها خارج عن الفيو يعني لو رجعنا هنا عشان نلاحظ الفرق دلوقتي انا الفيو بعد ما صغرت الهيط بتاعه بقدر ارتفاعه فمعنى كده ان في جزء هنا من الصورة خارج برا مش ظاهر هلاقي على طول الصورة يحصل لها سكيل داون وتصغر بحيث ان الصورة كلها تبقى موجودة جوه الفيو دي كده السنتر انسايد تعالى نشوفها في الاندرويد استوديو هرجع على هاية 450 دي بي وسنتر كروب اخليها سنتر انسايد هلاقي ان الصورة حصل لها سكيل داون بحيث ان كلها تبقى داخل الفيو لو صغرت ال 450 خلتها 250 طيب خلتها مثلا 220 الاقي الصورة بيحصل لها سكيل داون خلتها 210 خلتها مثلا 180 كل ما صغر الاقي الصورة بتصغر معي بحيث ان كلها تبقى جوه الفيو مفيش اي جزء منها خارج برا طب هو انا الصح هستخدم اني فيهم الصح هتستخدم اللي ينسبك ساعتها ينسبك السنتر ساعتها ينسبك السنتر كروب وساعتها ينسبك السنتر انسايد خد بالك ان الاسكيل طيب اتريبيوت فيه ناس بتواجه صعوبة فيهمه وكمان دايما الفرقات ما بينهم بتتنسي فانت الفيديو دا بالذات هيحتاج منك مراجعة كزا مرة الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الادتكست والاتريبيوتس الخاصة به فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك اشعار بمعاد نزول الحلقة الجديدة اشوفك على خير الدرس الجاي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته